من المتعارف عليه عامة أن الحلاق يقص الشعر ويحسنه مما يجعل شكل صاحبه جميلا لكن الغريب منتشر وسط الشباب من قصات عجيبة من بينهم تلاميذ المؤسسات التربوية الذين أصبحوا يبحثون عن التمييز بحلاقة شعر وتسريحات غريبة مع الدخول المدرسة يجونا لكليون سوى في اللي سيف سيام فلافاك يجي يقول لك رسم لي رزوار ويجي يقول لك رسم لي مشطا كل واحد كيفا ثم ترفضهم؟ نعم نرفضهم احنا سوى في الموسم دراسي احنا من هم نديروا لهمش من بعض تلقى انتايا يروح تجيه واحد اخرى يدير ليس اتايا هذا يزيروا يخلوكش تخل مغوفة بالزيقة ومنها يقولك نقص بالحد وكان جيناك مغوفة لمدخلش لم تعد قصات الشعر العادية أنيقة بالنسبة للكثير من التلاميذ مما دفعهم للبحث عن تسريحة أخرى تواكب الموضة في نظرهم قصات الشعر الموجودة حاليا وخاصة للشباب تشويه الشاب ليس لتزيينه او مظهره اللائق لذا الفيديون الوطنية لجمعية وليث عن المستوى الوطن تنادي الاولياء بمراقبة ابنائهم ومرافقتهم واعطائهم نصائح تكون قصات حقيقية قصات محترمة اخلاقية لتجعل التفل يكون في منظر هائل وسواء ذكر او انذى قصات الشعر التي اصبحت تعرف انتشارا وسط الشباب اراها البعض حرية شخصية الا ان البعض الاخر يعتبرها منافية للتقاليد وعراف المجتمع الجزائري بطبيعة الحال المدرسة والمؤسسات التربوية لها حرم كحرم المسجد يدخلها الناس في صورة محترمة من اجل نيل العلم ومن اجل طلب العلم ومن اجل التربية ومن اجل تكوين الشخصية ومن اجل التكون ليكون اطارا فاعلا في هذه الامة غدا ان شاء الله ولا شك ان هذه التسريحات تشبه بلاعب معين او بممثل معين او باحيان تكون تابعة لبعض الفرق الشاذة في العالم وافكار شاذة ورسوم واشياء يفعلونها بشعورهم بطبيعة هذا لا يليق بالمسلم ولا يليق بالشاب المسلم قصات الشعر الغريبة ظاهرة باتة تعرف انتشارا واسعا وسط الاطفال غير ان دخولها الى الوسط المدرسي يستوجب ضبطا او حتى توحيد شكلها بطريقة ما ترجمة نانسي قنقر